صلوا 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 على رسول الله صلوا 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 على رسول الله السلام عليكم أيتها الرائعات معكم أميما على قناة وصفة ناسمان للوصفات الطبيعية سعد بلقائكم عزيزاتي وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم السحة والعافية وصفتنا لهذا اليوم فهي وصفة لتبييد القدمين والتخلص نهائيا من مشكلة خشونة الأقدام وكذلك تشققات القدمين باستخدام خطوتين أساسيتين لتبييد الأقدام والتخلص تماما من مشكلة تشققات القدمين الوصفة التي سيتم تقديمها في هذا الفيديو مكونة من شقين الشق الأول كوصفة لتقشير القدمين والوصفة الثانية كتبييد للقدمين والتخلص نهائيا من مشكلة شققات الأقدام الوصفة الأولى عزيزتي التي تتعلق بالتقشير فهي مكونة من مكونين فقط كمكون أول في الوصفة فهو زيت الزيتون فزيت الزيتون رائع جدا لتقشير والتخلص تماما من الخلايا الميتة والتالفة مما يساعدك على التخلص من مشكلة تشققات القدمين من أول استعمال كذلك زيت الزيتون مفيدة جدا للترطيب والتنعيم وأيضا تبييد الأقدام بامتياز ستحتاجين عزيزتي كمقدار من زيت الزيتون إلى ثلاث معالق كبيرة من زيت الزيتون أما المكون الثاني فستحتاجين إلى الملح الخشن للتقشير وإزالة الخلايا الميتة وكذلك ترطيب وتنعيم الأقدام ستحتاجين كمقدار من الملح الخشن الخاص بالطعام أو يمكنك استخدام الملح البحري فهو جد مفيد وفعال أيضا للتقشير وإزالة الخلايا الميتة وستحتاجين عزيزتي كمقدار من الملح الخشن إلى اثنين محالق كبيرة من الملح الخشن بعد التعرف عزيزتي على مكونات الخاصة بالمقشر الطبيعي للقدمين نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فيما يخص طريقة تحضير الوصفة فكل ما عليك وأخذ الملح الخشن تضيفين له زيت الزيتون وتقومين بخلص المكونات جيدا وبعد ذلك تقومين عزيزتي بتقشير الأقدام باستخدام الملح وزيت الزيتون تتركين الوصفة على القدمين لمدة خمس دقائق وبعد ذلك تقومين بغسل قدميك جيدا وتجفيفهما وكم حرحلة ثانية تقومين باستخدام وصفة التبيض والتنعيم للأقدام وهي مكونة من كريم نيفيا أو كريم الغريسيرين أي نوع من الكريم تفضلينه يمكنك استخدامه في الوصفة هنا لدي كريم نيفيا فهو رائع جدا لترطيب والتنعيم وكذلك إزالة التشققات وتبيض الأقدام بامتياز ستحتاجنا إلى علبة متوسطة الحجم في هذه الوصفة للتبيض والتنعيم وكذلك إزالة التشققات أما المكون الثاني فهو زيت الغريسيرين فهذا الزيت فهو رائع جدا جدا ويخلصك تماما من التشققات وكذلك من الخشونة في مدة قصيرة جدا فهو كذلك رائع جدا للتبيض فسيعطيك نعومة وليونة وكذلك رطوبة في القدمين من الاستخدام الأول لهذه الوصفة ستلاحظين نتائج جد رائعة ستحتاجين عزيزتي كمقدار من زيت الغريسيرين إلى اثنين محالق كبيرة من زيت الغريسيرين بعد التعرف عزيزتي على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فضلا وليس أمرا أختي الكريمة إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفتنا السماء فالمرجو منك للشراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك في هذا الفيديو وشكرا جزيلا لك أختي الكريمة فيما يتعلق بطريقة تحضير تقومين بأخذ كريم نيفيا أو كريم غريسيرين أو أي كريم تفضلينه ثم تضيفين عليه زيت الغريسيرين وتقومين بخلص المكونات جيدا وقبل النوم تقومين بتطبيق الوصفة المبيضة للقدمين على الأقدام وتقومين بلبس الجوارب وتكررين الوصفة يوميا أو هذه الخطوات التي قمت بشرحها عزيزتي في الفيديو أو في هذا الفيديو الخاص بطبيض القدمين وعلاج التشققات تكررين الخطوات ثلاث مرات إلى أربع مرات في الأسبوع فهي كافية ورائعة جدا للتخلص من معظم مشاكل الأخدام كانت هذه هي وصفة ناري هذا اليوم دم دم في رعاية الله وإلى اللقاء عزيزتي في وصفة أخرى إن شاء الله صلوا 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 على رسول الله صلوا 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 على رسول الله السلام عليكم أيتها الرائعات معكم أميما على قناة وصفة ناسمان للوصفات الطبيعية سعد بلقائكم عزيزتي وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم السحة والعافية وصفتنا لهذا اليوم فهي وصفة لتبييد القدمين والتخلص نهائيا من مشكل خشونة الأقدام وكذلك تشققات القدمين باستخدام خطوتين أساسيتين لتبييد الأقدام والتخلص تماما من مشكل تشققات القدمين الوصفة التي سيتم تقديمها في هذا الفيديو مكونة من شقين الشق الأول كوصفة لتقشير القدمين والوصفة الثانية كتبييد للقدمين والتخلص نهائيا من مشكل تشققات الأقدام الوصفة الأولى عزيزتي التي تتعلق بالتقشير فهي مكونة من مكونين فقط كمكون أول في الوصفة فهو زيت الزيتون زيت الزيتون رائع جدا لتقشير والتخلص تماما من الخلايا الميتة والتالفة مما يساعدك على التخلص من مشكل تشققات القدمين من أول استعمال كذلك زيت الزيتون مفيدة جدا للترطيب والتنعيم وأيضا تبييد الأقدام بامتياز ستحتاجين عزيزتي كمقدار من زيت الزيتون إلى ثلاث معالق كبيرة من زيت الزيتون أما المكون الثاني فستحتاجين إلى الملح الخشن للتقشير وإزالة الخلايا الميتة وكذلك ترطيب وتنعيم الأقدام ستحتاجين كمقدار من الملح الخشن الخاص بالطعام أو يمكنك استخدام الملح البحري فهو جد مفيد وفعال أيضا للتقشير وإزالة الخلايا الميتة وستحتاجين عزيزتي كمقدار من الملح الخشن إلى اثنين محالق كبيرة من الملح الخشن بعد التعرف عزيزتي على مكونات الخاصة بالمقشر الطبيعي للقدمين نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فيما يخص طريقة تحضير الوصفة فكل ما عليك وأخذ الملح الخشن تضيفين له زيت الزيتون وتقومين بخلص المكونات جيدا وبعد ذلك تقومين عزيزتي بتقشير الأقدام باستخدام الملح والزيت الزيتون تتركين الوصفة على القدمين لمدة خمس دقائق وبعد ذلك تقومين بغسل قدميك جيدا وتجفيفهما وفمحة رحلة ثانية تقومين باستخدام وصفة التبيض والتنعيم للأقدام وهي مكونة من كريم نيفيا أو كريم الغريسرين أي نوع من الكريم تفضلينه يمكنك استخدامه في الوصفة هنا لدي كريم نيفيا فهو رائع جدا لترطيب والتنعيم وكذلك إزالة التشققات وتبيض الأقدام بامتياز ستحتاجنا إلى علبة متوسطة الحجم في هذه الوصفة للتبيض والتنعيم وكذلك إزالة التشققات أما المكون الثاني فهو زيت الغريسرين فهذا الزيت فهو رائع جدا جدا ويخلصك تماما من التشققات وكذلك من الخشونة في مدة قصيرة جدا فهو كذلك رائع جدا للتبيض فسيعطيك نعومة وليونة وكذلك رطوبة في القدمين من الاستخدام الأول لهذه الوصفة ستلاحظين نتائج جد رائعة ستحتاجين عزيزتي كمقدار من زيت الغريسرين إلى اثنين محالق كبيرة من زيت الغريسرين بعد التعرف عزيزتي على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فضلا وليس أمرا أختي الكريمة إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفتنا اسمه فالمرجو منك للشراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك في هذا الفيديو وشكرا جزيلا لك أختي الكريمة فيما يتعلق بطريقة تحضير تقومين بأخذ كريم نيفيا أو كريم غريسرين أو أي كريم تفضلينه ثم تضيفين عليه زيت الغريسرين وتقومين بخلص المكونات جيدا وقبل أن نوم تقومين بتطبيق الوصفة المبيضة للقدمين على الأقدام وتقومين بلبس الجوارب وتكررين الوصفة يوميا أو هذه الخطوات التي قمت بشرحها عزيزتي في هذا الفيديو الخاص بتبيض القدمين وعلاج التشققات تكررين الخطوات ثلاث مرات إلى أربع مرات في الأسبوع فهي كافية ورائعة جدا للتخلص من معظم مشاكل الأقدام كانت هذه هي وصفة ناري هذا اليوم دم دم في رعاية الله وإلى اللقاء عزيزتي في وصفة أخرى إن شاء الله